السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم في حلقة جديدة ومتميزة ومتنوعة مع برنامج ساعة شهية النهاردة يوم جديد ويوم لذيذ ويوم عزيز عشان هنقدم أكلات إن سألنا عليها كتير خفيفة وبسيطة وسهلة ولكن بنقول لكل الناس وكل السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير اقترب العيد وداعا لشهر رمضان الكريم نعم رمضان كان يختلف عن سائر الرمضانات اللي عشناها قبل كده ولكن الحمد لله على كل حال النهاردة معنا وصفات بسيطة وسهلة ومميزة ومفيدة جدا فتابعوني عشان نعرف هنعمل ايه استألنا قبل كده على البشاميل على المكرون البشاميل وقالوا عايزين نغيرها ونوحها ونعملها طواجن فالنهاردة هنعمل المكرون البشاميل لطواجن والنهاردة قالوا عايزين صلطة يكون فيها نشويات وحاجة مفيدة وندخل الحاجات اللي ما اتكلهاش الأطفال نأكلها للأطفال النهاردة هنعمل صلطة الرز ايه حكاية صلطة الرز دات هنشوف مع بعض وهنسمع نشوف هنعمل كفتة بس بطريقة جديدة برضو سهلة طبعا انا مش عايزة كتر عليكم في الكلام تعالوا نشوف مع بعض النهاردة هنعمل ايه اما عن العصير النهاردة فالعصير هيكون معانا طمر باللبن والعسل اللي ما عنديش عسل هيحطه سكر طيب والحلو الحلو النهاردة حاجة كده ايه جديدة ومختلفة شوية عن الحالات التقليدية ايه هي النهاردة الكنافة بالطاصة طيب انا عايز ابدأ في الاهم فالاهم اللي هياخد وقت معانا ايه المكرون البشاميل تعالوا نشوف المكرون البشاميل اللي معانا عبارة عن ايه طبعا يا جماعة احنا المكرون البشاميل مكرونة ألم مسلوقة ده يعني الموضوع بسيط وسهل انا بفضل لكل ست بيت عايزة تعمل البشاميل وبتقولي ان البشاميل ما بتمسكش مني بتطلع يعني سايبة وكده انا اقولك اول حاجة لازم المكرون البشاميل اللي تهدى شوية لازم المكرون البشاميل اللي مش اول ما تلحها اقطعها سخنة لازم اهديها عشان ايه اه عشان تتماسك معايا البشاميل يكون تقيل شوية البشاميل يكون تقيل شوية المكرونة نفسها احاول امجهز كل حاجة للبشاميل واسلق المكرونة البشاميل لاخر حاجة عشان لما اخدها ما بردهاش بالمية فما تفقدش النشويات بتاعتها فما تمسكش معايا تمام ومقلبهاش بزيد عكس المكرونة الريدسوس والويدسوس والكلام ده اللي بيحطها على السلطات لازم ابردها ولازم اقلبها اه بحبة زيت عشان ما ايه ما زي ما تقول لي ما تلبكش معايا تمام بحنا سرقنا المكرونة وعصاجنا اللحمة المفرومة تمام طبعا يعني انت اللي مجاهز يا شيف تما تعمل معانا عن الهوى الحاجة البسيطة يا جماعة ديت انتو عارفينها فمش لازم ايه نقعد نعيدها ولكن احنا عايزين بقى ايه نكسب وقت تمام ونقول ايه تكات تكات الاكلة ايه ايه المفيد بقى اللي هنتعلمه جديد احنا النهاردة جايبين معانا هنعمل البشاميل للنهاردة في تواجد هنعمل البشاميل للنهاردة في تواجد اهو تمام طب ايه الفرق لا لا احنا عايزين نغير شوي يعني ايه هي مفيش فرق هي هي الوسطة ولكن نوع جديد هنقدمه بشكل جديد على الصفرة طيب يا جماعة تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه احنا كده البوكي جرني بتاعنا البوكي جرني بتاعنا عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن كرفس وجزر وبصل وفلفل عبارة عن كرفس وجزر وبصل وفلفل بحطه في اللبن يغلي خلاص اللبن غلى انا بطلع كل الحاجة اللي عندي وابقى جاهز باللبن بتاعي باخد نكهة الفلفل والبصل والجزر تمام طب هتعمل البشاميل ازا ايه شيف اهو معاكم واحدة واحدة يا جماعة انا معايا زبدة اهي سمنة تمام السمنة دي احنا مسياحينها معاكة زبنة اهي حبة كده تمام معلقتين ثلاثة وعشان بقى ما تتحرقش منك قديك التكة اهي حبة زيت حبة زيت دي بتديني قوة ما هتحسي به في البشاميل اهو تمام كده تمام كده واحدة واحدة معا الزيت يسخن معايا ابقى مجهز المضرب بتاعي عندي الدقيق اهو مفيش حاجة تانية يشيف اه لا مفيش حاجة عندي ملح اه ملح حبة ملح معايا اهو سنت ملح كده تمام يبقى حطيت المادة الدهنية بتاعتي ويجيب معلقة اخد بها الدقيق اهو الزيت بدأ يسخن معايا اهو اهو حبة الدقيق اهو اهو اتنين تلاتة اربعة خمس معايا دقيق بس هيعملولي ايه البشاميل اللي معايا تمام تمام واحدة واحدة كده مع بعض يا جماعة اهو تمام بقلب اهم شيء النار تكون هادية معايا وبقلب اهو بس مرافق تمام لو انا حابب اغير في نكهة البشاميل يبقى سنة زنجبيل الزنجبيل مهم جدا اهو اقرب هنا يا جماعة اهو كده تمام وشايفين اهي اهي واحدة واحدة باخد كده وبنزل يبقى ده البشاميل اللي بتاعي بكل سهولة يا جماعة ومفيش اي صعوبة وسهل جدا اهو بكمل كمية بتاعتي طيب يا شيف احيانا لما بننزل بيزغمد مننا بيعمل كلاكي لا 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 بالطريقة اللي انا عملتها دي قدامك اهو اتعالي هاو ما عملتش حاجة اهو كل حاجة قدامك اهو تمام اهو اهو ده كده خلصنا البشاميل اه خلصنا البشاميل طب انا حاسس ان ده الشاميل اللي خفيف خليه عن نار يا سيدي كل كل ما هياخد نار كمام كل ما هيربط معنا اهو كمام كده ده البشاميل اللي بتاعنا ي curd Summit اهو احنا استقلنا على الماكرون البشاميل اه استقلنا على الماكرون البشاميل كتير خلاص كده خلصنا اه هنا Offici مشكلة يعني معقولة سهلة كده يا شيف اه سهلة وبسيطة وما فيش ايه اي مشكلة المكرونة بتاعتي مسلوقة معايا اهي جاهزة تمام باخد كده اهو واحدة واحدة ومعاكم اهو ادي البشاميل بتاعي بطريقة بسيطة وسهلة باخد كمية من البشاميل معايا في الطاجم من تحت تمام اهو معقولة البشاميل البشاميل كده معاك شيف يا شاهل اه سهل جدا وباخد مكرونة اهو بقسم المكرونة بتاعتي تمام اهو حطينا بشاميل لتحت عشان تتناسحك معايا وندينا الطعام من البشاميل اهو باجي في النص كده قبل ما احط اللحم المفروم بتاعي بديها بشاميل عشان هي اسمها مكرونة بشاميل فالاساس عندي والعمود هو ايه البشاميل طبعا تمام طيب العصاج ده عبارة عن ايه عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وكسبرة وكمون وجذر لو حابة تحط جذر مبشور ما فيش مشكلة بنحط جذر مبشور ممكن نحط بطاطس مبشورة اه ممكن نحط كوسة مبشورة كل دي اضافات انت بتحطيها عشان تميزي نفسك في الاكلات بتاعتك ماشي يا ست الكل اهو تمام قادي اللحمة المفرومة بكل بساطة وقادي البشاميل معانا يا جماعة تمام طاجن البشاميل الفخاري حاجة كده ايه ولا في الاحلام كميات اللحمة بقى محدودة احطها انا برحتي تمام عايز اكتر اللحمة عايز اخف اللحمة دي الموضوع برضو ايه في ايدي اصبت كده دنيتي تمام اهو تمام زي الفل كده وابدأ بقى اجيب ايه بقيت الماكارونة بتاعتي والبشاميل والجبنة الجبنة هنا بقى احنا انا مغير يا طبعا المشهور جدا احنا بناخد جبنة موزرلة تمام وبنطعمها بجبنة رومي انا بفضل ان انت بقى تغيري بقى ايه لو انت عايزاها بتشد تمام خلص يبقى جبنة موزرلة طب هي استندرها جبنة موزرلة يا شيف اه ماشي انا معايا كنت استندرها جبنة موزرلة ولكن غيري وبديلي برحتك مفيش جبنة موزرلة ممكن اه جبنة رومي مبشور جبنة رومي تمام معانا يمشي الحال ويزبط الدنيا معايا اهو وبجيب البشاميل اهو معايا تمام شوف كل حاجة يا جماعة كده ايه مزبوطة وزي الفل اهو خلاص كده خلصنا البشاميل ايه السرعة دي يا شيف اه خلصنا البشاميل يا جماعة بطريقة سريعة وسهلة معاكم ولا في ايه اهو تمام شايفيني هنا انتقل البشاميل اللي معايا ازاي اهو اهم شيء بغطي المكرونة عشان المكرونة ديت لو تعرضت للنار او السخونة بتعمل ايه بتنشف اهو تمام اسهل من كده ان شاء الله مش هنلاقي حاجات بسيطة وسهلة انا عندي الجبنة الرومي مبشورة جبنة رومي مبشورة اهي باخد كده تمام وبغزي الطاجن عندي بالجبنة الرومي بتحتي اهو ده بقى الجبنة الرومي ايه ما بتاخدش وقت معها في الفرن تمام بتديني الشكل اللي انا عايزه تمام وبتبقى جميلة وبدخلها كده الفرن على درجة حرارة يعني 150 160 180 ما بتاخدش وقت كتير ما فيش عشر دقايق ولا سبع دقايق بتديني الوش الجراتان بتاعي اللي انا عايزه اللون البني الجميل بتاعي تمام زي الفل اجيب بقى ايه الصاج بتاعي اللي ادخل فيه الطاجن الفرن تمام والفرن بتاعي اهو تمام زي الفل كده اهو كده ايه نروح للفرن بقى بتاعنا الله الفرن كده سخر اهو تمام وبناخد كده وبندخل بطواجن البشاميلي بتاعتي الفخرية الجميلة تمام زي الفل كده وبقى في الفرن ما فيش خمس دقايق سبع دقايق ولو نسيت يا جماعة فكروني طيب ايه دلوقتي نشتغل في ايه هشتغل في حاجة سهلة وبسيطة ايه هي يا شيف تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه وايه اللي هياخد وقت مننا رولو الكفتة يا جماعة ده يعني من الاكلات اللي انا بتسئل عليها كتير جدا ولكن تعالوا نشوف ايه 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 مقدمات رولو الكفتة ده رولو الكفتة ده اهو كده انا باخد مادة دهنية زيت انت بدأت كده اه يعني ازاي يا شيف تعالوا بس واحدة واحدة مع بعض كده هنشوف رولو الكفتة ده عبارة عن ايه عبارة عن جزر مبشور تمام فلفل تمام لو حاب احط كوسة مبشورة يبقى ممتاز بطاطس مبشورة يبقى ممتاز حاب تجبنا معانا تمام يبقى مية مية استاذة فاتن اهلا وسهلا بحضرتك باسم يا استاذ باسم سلام عليكم يا استاذ باسم انا معاك هل تسمعوني هلو انا معاك يا استاذ باسم قاله معاك يا حبيبي تفضل هلو معلش حاول تتصل بينا مرة تانية معلش الاتصال ينقطع معاك شوفوا بقى هنا يا جماعة اللعبة كلها في اللي انا هعمله دلوقتي يعني التكنيج كله في اللي انا هعمله دلوقتي تمام انا عندي هو عدد اتنين بيضة او ممكن بيضة واحدة مفيش مشكلة عندي طماطم بحاول اقطعها برنواز صغير يعني قطع صغيرة جدا اهي تمام تمام زي ما انتو معايا كده واحدة واحدة اهي بحاول اقطع الطماطم الجميلة بتاعتي تمام طبعا يا جماعة اه الكفتة في ناس كتيرة يعني تفكر ان اللحمة المفرومة هي الكفتة اه الكفتة من اللحمة المفرومة واللحمة المفرومة طبعا معروفة انها بنجيب لحمة وبنفرومها لكن ايه الفر اللحمة المفرومة بتاخد وش واحد فر بتاخد ايه وش واحد فر يعني ما بتتفرمش كتير اما الكفتة لازم تاخد وش واثنين وثلاثة ليه عشان تديدي معجون تبقى زي ايه معجونة كده اللحمة المفرومة بتاخدش نسبة دهون كتير عالية الكفتة لازم تاخد نسبة دهون عالية عشان ايه عشان تمسك معايا تمام انا يا جماعة دلوقت اهو معايا طاصة على النار التسعى للنار ديت انا بحط فيها بصلة مبشورة ايوة كده مجاهزين كده بصلة اهي بصل كده مبشور تمام زي الفل اه زي الفل كده معاك يشيف نبدأ ان كده نقلب اهو تببل البصلة المبشورة بتاعتي تمام قبل ما ادخل باي حاجة انا ليا ايه اه يعني حتة كده مميزة او انا ايه يعني مشهور بيها ايه هي الحتة دي اشيف عرفها لنا ان انا دائما احب اخد البهارات على المادة الدهنية وهي بتسخن ليه عشان البهارات تتفاعل مع المادة الدهنية فتديني الطعم اللي انا عايزه اهو انا باخد دايما احب اشتغل بالبهارات المتوفرة في البيت تمام اه في اكلات لها بهارات معينة اه في اكلات لها بهارات معينة تم مش متوفرة في البيت لا ما بقفش بشتغل وزي الفل اهو تمام اخد بعد كده المرحلة التانية شرائح فلفل معايا اهو يا جماعة ده اه بطريقة بسيطة وسهلة جدا تمام ايه رول الكفتة اللي انا دائما بتسئل اه بتسئل عليه تمام حبيبي تسلة ايوا كده يعني اه شكلة كنت عايز تاكله مخرجنا الحبيب بقولي ما تنساش اللي انت حططه في الفرن هو شكله منمر على البشاميل بتاعنا يا سلام يا سلام تنتك انك قاعد ايه جوا الفرن حبيبي تمام اهو كده يبا انا حطيت ايه حطيت بدة دهنية حطيت البصل حطيت التوابل بتاعتي حطيت جزر حطيت فلفل اخر برحلة بقى بحطها بتاعتي ايه الطماطم لان انا عايز الطماطم بتكون ان هي ايه لسه كده ايه زي ما بيقولوا بايه بايه تبقى نص سوى معايا يعني لسه الشكل بتاعها ما تدلش جميل اهو يا سلام على الريحة تمام كده الموضوع بقى ايه بدأ يحلو معانا الموضوع بدأ يحلو معانا انا عندي هنا فاصوليا خضرة ممكن مبشور كوسة يا جماعة زي بقول ولكن لا انا عايز فاصوليا خضرة برضو بنحاول نشتغل يا جماعة ان الفاصوليا موجودة دلوقتي في السوب نشتغل في الخضار الموسمي اهي فاصوليا كده خضرة مسلوقة تمام سليمة مسلوقة سليمة زي ما هي كده اهو هنعرف لي دلوقتي احنا سلقينها سليم استاذ محمد اهلا وسهلا بكل اهل سهاج اتفضل انا عايزك تعالي صوتك شوية محمد انا بحبك الله يبارك فيك حبيبي وانا بحبك ايه رأيك في البشابيل اللي معانا النهاردة؟ حليصتك شوية محمد حبيبي ربني يبارك فيك بقول لك اشي فورا بقول لك اه ازاي تعمل الكفتة المغلبين الكفتة ايه؟ الكفتة اللي هي اه الكفتة اللي هي السوابق ديه اه 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 ماشي ماشي كفتة الحاتي كفتة المطاعم انت شاكلك عايز تاكل كفتة من المطعم حبيبي هعملها لك دلوقتي حالا تمام؟ اركز باعي كده وخليك معايا شكرا للمحمد بص يا جماعة اللحظة اللي جاية هي اهم لحظة في الموضوع كله تمام؟ اهو ازبط كده ملحنا نزبط الملح بتاعنا تمام تمام اهو يا استاذة هاجر اهلا وسهلا بيك فان الشيفة انا الشيفة هو الله يبارك فيك استاذة هاجر انا معاك انا بحبك قوي يا شيف وانا بحبك قد كده انا بحبك قوي يا شيف ربنا يبارك في حضرتك واكلك جميل قوي انت الاجمل يا هجورة تسلم يديك والله على الاكل ربنا يبارك فيك عايزة تسألي على ايه هاجر وانت هسلم عليك بس وصلا بحبك قوي ربنا يبارك في حضرتك ربنا يحبين يا جميعا يا رب متشكرين جدا لتواصلك معايا وانا كمان بحبك زي ما انت بتحبيني كده يا جماعة خلاص اه مش عايز اكتر من كده وباخد بيضة اهي شايفين البيضة بس هنا البيضة بقى ايه اه ليها مرحلة مش عايزها تستوي طبعا انت عطيت البيضة ليه هتلم معايا خلاص كده اه خلاص كده ده لسه مشتوتش يا شيف اه ما انا عارف انه لسه مشتوتش يا جماعة هي بس ما هي لسه هتكمل سوا بس خليكم معايا واحدة واحدة وانشوف هنعمل ايه تمام كده اهم حتة بقى جاية في الموضوع كله الحتة اللي جاية دي الحتة اللي جاية دي اللي انا داخل عليها دي اهم مرحلة اهم مرحلة عندي تمام ايه هي اهم مرحلة انا عندي رول سيلفر اهو باخد منه السيلفر اللي كافيني ركزوا كده معايا بس يا جماعة بالله عليكم واشوفوا هنعمل ايه ادي رول سيلفر اهو معايا تمام وهبدأ اجيب اي كيس عندي انا مجهزه لو عندك الاستريتش اللي هو الاستريتش المضغوط ده اللي بنشتغل منه بنغلب بيه الحاجة اه تمام طب ما عنديش هشتغل بالاستريتش بكيس عندي موجود اي كيس عندي في البيت بستخدمه مفيش مشكلة بحط ايه مادة دهنية كده بسيطة اهي كده بتسهل معايا طب ايه كفت هتجيب ايه المادة دهنية اه هتجيب المادة الدهنية معايا ولكن يا سلام لسه كده شايفين يا جماعة اهو يعني ما استغرقناش تقريبا سبعة دقائق اهو الكفتة يا جماعة اهي تمام كفتة اهي عملت ايه في الكفتة يا شيف انا جبتها لحمة ده يعني اللي انا بفضله لحمة بفرومها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تنعم معايا التوابل بتاعتي ايه اهم شيء يكون فيها بصل يكون فيها فلفل الفلفل احمر خاصة مع الكفتة دي بيغير اللون بيغير اللون بيغير الطعم خالص البهارات بتاعتي تمام ممكن لو عايزة حط فصل توم ماشي البهارات بتاعتي كسبرة وفلفل اصمر وجسط الطيب والملح والكمون يبقى كده ايه زي الفل اهو هي دي الكفتة بتاعتك اه هي دي يا شيف اهو يا جماعة قدامكم كل حاجات ده رول الكفتة ان شاء الله هيبقى ايه اه معاكم سهل تمام تمام بعنا جده كده الكفتة اهي ده يعني كده ان شاء الله بتستوي بقى بطرقتين يا جماعة الطريقة الاولى هما اه يعني تلك الطرقتين ريبين من بعض الطريقة الاولى والاسرع ان انا بيكون عندي بيون يعني حلة فيها مية شربة كده بحط فيها جزرة بحط فيها بصلة بحط فيها فلفل يديني ايه طعم كده اللي انا عايزه تمام احاول يا جماعة وانا بساوي الكفتة كده ان ايه تكون كلها مستوية متسوية يعني مش كل واحدة في عدة اهو كده شايفين ايه يعني حاجة كده ايه بسيطة تمام والمية عندي بتغلي ميتة يا استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك مرحب بيزة شيف اتفضل يا استاذ احمد مالك بعد اذنك يا عشيف فانا كنت عاوز بتعمل فراخ مشوية عاوز عاوز بنعملك فراخ مشوية ايه اكيد طب هتاخدها ازاي الفراخ المشوية بعد ما عاملها لا انا عاوزها انا اشوفها هتشوفها تم ايه رايك عملها لك وتيجي تاكلها الله يخليك فيه حبيبي عناية حاضر انت معانا النهاردة يعرف الوصف اللي احنا بنعملها النهاردة ايه ايه طيب تابع معايا تابع معايا وانا اقولك تدبيلة الفراخ المشوية دلوقتي مع بعض كده اهو تمام شايفين يا جماعة يعني موضوع سهل فردت الكفتة بتاعتي اهو وده الخلطة اللي انا عاملها البيض يعني دهو بنص سوة طب هو هيكمل اه هيكمل السوة هنا معايا كده بدأت الناس تفهم هو ليه الشيف مش عايزه مستوي لانه هو البيض هنا المادة الربطة معايا داخل رول الكفتة البيض هو المادة الربطة معايا داخل رول الكفتة ماشي الكلام ماشي الكلام الكلام اهو هبدأ بقى هنا ادخل بقى ايه القيمة الغذائية عندي اللي هي ايه الفاصولية الخضرة معايا تمام كده تمام كده ومعاكم اهو الدنيا حلوة وبنقول دايما حلوة وزي الفل يا جماعة اللفة بقى ناخد بالنا منها يا جماعة اهم ما في الموضوع ماشي تمام تسلم يا حبيب شايفين كده واحدة واحدة اهو شايفين الموضوع عامل ازاي يا جماعة سهل ازاي وبسيط اهو كده انا بعمل ايه انا عايز بس ايه يعني تكونوا معايا خطوة بخطوة زي ما بنقول في تيتر برنامجنا وفي مطبخنا هنتعلم اهو اهو شوف يبقى كده هنتعلم مع بعض احنا ازاي يعني بنلف رول الكفتة اللي كل الناس بتقول ده صعب وكل الناس بتقول يا شيف اعملهن على اهو انا بعملها يا جماعة كل الناس اللي بترسلني تتابعني اهو شايفين اهو فين بقى الصعب يا جماعة اهو بس هي عايزة هدوء معايا بقفل كده من هنا اهو الموضوع يا جماعة والله سهل جدا بس عايزين حد يتعامل مع المطبخ بحب بحب وهيقدم الاكل يكون حابب الموضوع اهو ابدأ اقفل كده وبرحتي وما استعجلش وواحدة واحدة يا جماعة تمام في المطبخ هنتعلم اكلات صحية مفيدة نروح نشوف الفرن تمام اه نشوف فرننا يا جماعة عامل ايه يا سلام انا عايزة اديها اقوى من كده اه ايه يا سلام اه ايه يا باشا اه ايه ايه اديني كده من عندك شايفين يا جماعة اه يا سلام وايه واول البشاميل اللي طلعت معانا اهو يا سلام شايفين كده يا جماعة تبرد بس كده يا محمد اهلا وسهلا بحضرتك سلام عليك يا جماعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد بارك يا باشا الحمد لله انت اللي باشا يا باشا والله انت مجوعنا يلفع يعني حبيبي نفطر وانت تشيل الزلد بقى او ايه بتقولي يا استاذ محمد مقولك نفطر وانت تشيل الزلد بقى او اول ايه لا 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 ما تيجي تفتر معنا على المغرب ايه رأيك استنك هنا ونفتر مع بعض طب يا دي ايه انا موجودة هو في القناة النهاردة في بورس عيد خلاص اجيب لك الاكل ببورس عيد ونجي نفتر عندك انت بقى يا تنورني ان شاء الله تنورني وانا بتكلم بجد انا في انتظارك تواصل معايا بعد البرنامج ونعمل حلقة بورس عيدية ايه رأيك بتعرف تطبخ ان شاء الله هتتتواصل معنا بعد الحلقة ونعمل حلقة بورس عيدية شايفين يا جماعة اهو تمام انا لفيت الروز كده اهو اهم شيء اضغط كده تمام قفلت من جنب والجنب التاني اهو تمام اهم شيء الضغط اللي انا هعملها دي عشان ايه الموضوع يبقى ايه في ايه مية مية معانا اهو تمام اضمن ان الدنيا كده مقفولة اهو وبضغط اهم شيء ان انا ايه اضغط هي هتخش النار زي ما قلنا ليها طرقتين بتسوي بها ممكن اجيب اه استاذ حسين من الفيوم تصارت قطع ماء انقطع ماشي تابع معانا يا سيد محمد في طرقتين ممكن اسوي بيهم ايه هم ما تطرقتين يا جماعة الطريقة الاولى اللي احنا نحطه مية تمام زي ما اقول لكم كده اه شايفين كده ديت افضل طرامة البشاميل اللي عندي طلع تمام خلينا يبقى في الطريقة ايه الجميلة بتاعتنا ديت ندخلها رستو في الفرد وقادي المية اللي بتغلى عني البيوم بتاعي اللي احنا قلنا حطينا ايه مصل وفلفل وجزر ويعني عشان يدينا ايه تست كده جميل وباخد كده المية اهيلي دي مية بتغلى وهتدخل الفرد. استاذ حسين اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ حسين. انت طيب ايه مانت طيب يا استاذ حسين. الحمد لله يا رب العالمين. حضرتك حسين بس ايه كباب الحلوة احلو كباب الحلوة انت محضرتش معنا حلقة كباب الحلو واليخن.лам احضرت beber. انت كنت لك كباب الحل دلوقتي حالا نقول لك وصفة الكباب الحل تسلم كده يا جماعة ده البيون بتاعنا المية المغلية ادخلها الفرن افضل طرح الاهوان بكل بساطة طب كل هدوء اهي تمام كده طب هي في الفرن اه ممكن تطاول شوية تاخد نص ساعة اه ممكن تاخد نص ساعة ممكن تاخد اكتر اه ممكن تاخد اكتر ولكن تمام ان شاء الله نص ساعة ايه وتكون الدنيا معانا حلوة وزي الفرن وممكن احطها في حلة كبيرة اللي هي الحلة دي تقاط تمام وتكمل سوا معايا طيب دلوقتي عندنا ايه نجهزوه عندنا حاجة بسيطة وسهلة تمام اه طيب ممكن نطلع فاصل عشان نجيب الخلاط بقى ونشتغل في العصير ولا ايه رأيكم ماشي فاصل وعديل نرجع معاكم نواصل وارجعنا لكم بعد الفاصل نواصل مع ساعة شهية هنعمل ايه اه كنا بنجهز الخلاط عشان نعمل العصير طبعا العصير بتاعنا النهاردة حاجة كده ايه لزيزة طمر باللبن طمر باللبن اه احنا نقعنا اه البلح بتاعنا لو كان بلح ناشف او لين شوية نقعنا مثلا المودي تساعتين ثلاثة تمام وبحط عليه اللبن اهو تمام عايزه بقى يبقى خفيف كده عشان ما يبقاش تقيل والاطفال ايه تقولك احنا ما بنحبوش ما بنشربوش اهو لبن معايا تمام طيب يفضل تمام يفضل ان انا اشتغل بعسل طب لو ما عنديش عسل يبقى سكر انا عندي عسل بتاعي اهو جايبه تمام دايما انا بفضل اشتغل بالعسل تمام طيب ما عنديش عسل اه ماشي هنشتغل سكر بس يبقى ايه نركز على ايه على القيمة الغذائية اولا تمام اهو كده يا جماعة تمام اهو يعني حاجة ايه يعني ممتازة انا عمتا بعش النوع ده من العصير تمام انا عمتا بعش النوع ده من العصير يا جماعة خلاص كده تمام اهو اهو مش هياخد وقت معايا عشان ايه عشان هو يعني منقوع بقاله ساعتين ثلاثة تمام مع بعض اهو كده بتقدم ده يعني فوائده عديدة طبعا اللبن معروف الفوائد بتاعته غني عن التعريف كذلك الطمر وما ادراكما الطمر اهو طبعا انا ممكن يعني اغير اه طبعا احنا عندنا زياد اه الخير كتير ماشي نشوف كاس تاني كده فيه ولا لا اه عشان يبقى العدد بتاعنا وتري تلاتة اهو تمام زي الفل كده اهو لا شوف علاء اهو عاوزنا نرجع عاوزنا نرجع زي زمان قولي الزمان نرجع يا زمان هترجع ان شاء الله طيب كده اهو ادي العصير بتاعنا يبقى انا اول يا جماعة البشاميلة طلعت عندنا والعصير معانا اهو تمام تمام عندنا حاجة بقى سريعة تعالوا نروح نشوف ايه هي بسيطة وسهلة ايه هي اللي انت ايه يعني بتركز عليها من اول الحلقة دي دي بتقول جميلة وبسيطة وسهلة انا عندي رز يا جماعة اهو مسلوق رز بسمتي مسلوق اهو ده مسلوق واخد حبة ملح مسلوق واخد حبة ملح لو عايز نديله كمون ماشي عندي جزا تمام عندي بطاطس اه عندي بطاطس كده مقعبات معانا اهي تمام برضو مسلوقة اه مسلوقة تمام قالو عليكم السلام ورحمة الله بركاته ازاك يا سيد الحمد لله ورب العالمين تمام تفضلي مع حضرتك طيب وحضرتك طيبة تسلم ايه بك له الحاجات الحلوة دي ربني يبارك في حضرتك الله يبارك لك يا رب بيتكلمين من ايه اهل وسلام بحضرتك تفضلي اهلا بكل مقادير الكحك بالكيلو مقادير الكحك بالكيلو عناي حاضر ما تستني حلقة الكحك معنا احنا عاملين مهرجان كحك هنا الاسبوع ده ان شاء الله الستوديو هيبقى مليان كله كحك ونقولك مقادير الكحك ان شاء الله انتظرينا في حلقة ان شاء الله جامدة جدا في مهرجان الكحك كما تعودنا من برنامج ساعة شهية كل سنة كل عام وانت طيبة وتحياتي لأهل كفر الشيخ جميعا حبيبنا تمام وقادي الجزر عندي برضو مسلوق اهو تمام يا جماعة قمة القيمة الغذائية لهذا الطبق حاجة غير غير عادية اهو شايفين لما انا بقدم طبق سلطة كده يعني فيه جزر فيه فصول يا خضرة فيه فلفل فيه جزر يعني قيمة غذائية ما شاء الله يعني اه عالية عايز بقى احط طماطم ما فيش مشكلة مش عايز خلاط شيب انا كده هقدم بالطريقة الجميلة والبسيطة السهلة دي السرعة دي طب قوليني يا شيف كده يعني انت عملته ازاي انا سلقت كل حاجة عندي هنا مسلوقة كل حاجة عندي هنا مسلوقة طيب اه ممكن بعد ما نسلوقها يشيف نغير الطعم كده حبة زاء سمنة نشوحها اه مفيش مشكلة اهلا وسهلا يا مادام فاطمة اهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه اتفضلي مع حضرتك اه حضرتك حضرتك قابل الحمد لله يا رب العالمين اتفضلي اه حضرتك انا ما باجعمل الزلابية بتاعة رمضان ما تطلعش معي مقرمشها ما بتطلعش معي مقرمشها طب جربت تحطي لها معلقة نشا بحط لها نشا طيب خلاص يبقى هي هتقرمش الزيت اخباره ايه معاك لازم تكون ايه تنزل في زيت كده متوسط وبعد كده يعلى طيب انا انا هجاوب حضرتك انت سمعني او انا بطبق انا هو الوحدي انا اسمعت ان هي لازم نحن يطلعها لسه سوى وبعدين انت قلتها بس جديد طيب انت ممتازة هو ده لسه هول حضرتك كده هو يعني انت يعني ما شاء الله شكلك بتعرفي تعمليها بس ممكن ايه تكون ايه اه انت طلعتها نقصة نقصة سوى شوية فلما خدت الشربات فريحت منك فبقت طريق تمام ثانيا ما تسقيش الشربات سخر لازم يكون الشربات بارد وتقيل بارد وتقيل ركز على تقيل دي جدا بارد وتقيل تمام هتكون معاكم ارمشة وزي الفل انت عارفاها ما شاء الله عليك اهو شايفين كده يا جماعة ده طبق اه سلطة يعني يستاهل بقك ولا بقك يا انه اه طبعا بقى كده ايه الناس عارفة مين انه ده في ناس عارفة وفي ناس مش عارفة صح تمام يبقى كده اول اول حاجة حضرناها معانا طاجن البشاميل طاجن ايه طاجن البشاميل وبعد كده العصير الجميل بتاعنا وبعد كده سلطة الرز الجميلة بتاعتنا وبعد كده هنخش بقى على الحلو عبل مرول الكفتة معانا يستوي الحلو بتاعنا عبارة عن ايه يا شيف تمام عبارة عن كنافة بس مش زي ايه كنافة كنافة عارفينها بنجيبها ونعملها طارت ونشكل بقى براحتنا بالمنجا لا انا النهاردة حبيت اعمل حاجة كده ترجعنا لايام زمان ترجعنا لايه ايام زمان ادي الكنافة عندي ادي عسل طبيعي ادي مربة تمام ادي عندي جوز هند تمام ادي عندي سكر ادي عندي المكسرات بتاعتي ادي الزبدة اه هو انا ممكن تضيف تاني اه ايه كنافة يا جماعة من النوعيات اللي بتقبل اي حاجة ازودة فيها انا عندي الزبت روان اهلا وسهلا يا روان الزب كثير الحمد لله يا رب العالمين انا بحبك قوي وانا بحبك قوي ايه فعلا فتزيط فياخ البني عناية ده انا اعمل لك البني واجبها لك لحد عندك اعملك البني واجبها لك لحد عندك واكلها لك كمان ايه الجميل والحلوة دي ربنا يبارك فيك شوف بقى معانا الكنافة كده ايه رأيك يلا كده مع بعض هنعمل الكنافة كده الجميلة بتاعتنا وانت بتحب الكنافة ولا لا بتحبها اوي 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 ايه وانا هعملها لك اوي 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 دلوقت نشوف الكفتة بتاعتنا يا جماعة عشان وقتنا يا سلام يا سلام تمام زي الفل كده خلاص عبل ما نخلص الكنافة بتاعتنا تمام اه شوفت بقى هو ده الكلام الكنافة بتاعتنا عبر ايه كنافة بالطصة يعني ايه كنافة بالطصة يا شيف يعني كده عايزين نرجع كده ايه لايام زمان فاكرين الكنافة البلدي كنت قاعد جنب جدتي كده زمان وحبة كلها من ايدها كانت تجيب كنافة البلدي دي وتقطعها كده قطع صغيرة وتحملها نفسامنة وتحط عليها سكر فكنا بنأكلها كان بيبقى طعمها جميل جدا يعني سبحان من وضع فيها الجمال بايه بالطريقة البسيطة والسهلة الجميلة دي تمام تمام احنا كده مع بعض يا شيف اهو هتعمل ايه يا شيف اجيب الكنافة بتاعتي اهي انا اقطعطها يا جماعة لو هعملها بالطريقة دي تياريت الكنافة تكون اه طرية ياريت الكنافة ايه تكون طرية باخدها كده شايفين انا استنيت لما ايه لما المادة الدهنية بتاعتي الزبدة البلد بتاعتي اهو تمام وحمرها في الايه في الزبدة بتاعتي واستنيها بقى كده ايه لما تنشف معايا مش لازم تلون خلاص دي كده احنا مش عايزينها عشان نكشف ايه الدنيا معانا تمام اهو تمام كده مش لازم تلون معايا وتبقى حمرة ولكن اهم شي احس وانا بقلب انها نشفت نشفت يعني ايه يعني ارمشت معايا اهي تمام اللي هيخليها نبقى ايه بعد ما بدأت تشخلل كده معايا احنا بنقول عليها بتشخلل اهو السكر اهو شايفين يا جماعة السكر ده وقته السكر ده بيتفاعل اولا هيديني طعم كرامل معايا ايه السكر ايه كرامل من السخونة تمام وهيديني طعم كده ايه مزاق خاص وهينشفلي الكنافة التحتي الطريقة اللي انا بعمل دي بيها يا جماعة اه يفهموها الناس الكبار اللي كانوا بيأكلوا الموضوع ده حلها كده على العين القريبة دي كده عشان اعرف ايه اقلق فيها اهو تمام اهو تمام انا عندي ايه بقى بيحب النار برضو الفول السوداني واي نوع من انواع المكسرات اللي تحب تخشها تتحمر زي الفوزدق والبندق واللوز والكلام ده تمام تمام زي الفول يا شيف الدنيا معاك حلوة وزي الفول بدأنا فيه كده ايه اللون بتاعي يطلع ويبقى جميل اللحظات ده الاخيرة اللحظات الاخيرة اللي انا بقول عليها دلوقتي اهي دي يشوف حاجة كده سهلة ممكن دي بقى ما اعملاش بالصيام بعد كده ايه القيام ونصلي كده التراويح في البيت مع الزوجة والاولاد تقوم ست الكل بقى تعملينها شوية كنافة كده ايه ودي ايه بتتاكل امزيتا انا بتتاكل ايه سخنة بقى ممكن معاك باية نسكة فيه معاك باية شاي بلبن يعني كده معاك باية شاي سادة كباية قهوة تمام مع ايه بتبقى ايه الدنيا معاكم ايه حلوة وزي الفل الجوز الهند اخر مرحلة بنزل بيها اهو كده الجوز الهند معايا حسب الرغبة لو مش عايز جوز الهند اه خلاص ممكن بقى بعد ما شايفين بدأت اهيه اللون يبدأ يتغير معايا اجيب كده ايه المسك كده نقلب بيه اهو شايفين تبدأ من تحت اهي اهي اللون ده بدأ يا سلام يا سلام عايز بقى كده ايه يعني ايه اه كل اكلة وليها اكلها زي ما بيقولوا كل اكلة وليها اكلها انا عندي مربة وعندي عسل اللي هيحط مربة مفيش مشكلة ويأكلها بالمربة برضو مفيش مشكلة تمام واللي هيكلها بالعسل برضو مفيش مشكلة زي الفل كده يا جماعة اهو شايفين وردتنا الجميلة دي هنا كده خلاها هنا والعسل بتاعي كده اهو هاخده هنا اهو لان ايه ما بنضيبش العسل عليها الا عندي الاكل تمام كنافتنا كده جاهزة واستوت اللي عاوز يحمر اديها يخليها تحمر مفيش مشكلة واللي عاوزها بيضة برضو مفيش مشكلة المهم ان هي ايه تديبي طعم الكنافة البلدي القديم بتاع زمان اللي انا حبه وعايزه اهو ادي كده شايفين الكنافة تتقدم كده يا جماعة اهو تمام ممكن نحط عليها بقى اي شرائح فاكهة انا عاوزها اي شرائح فاكهة انا عاوزها بقدمها عليها شايفين هنا اللون اهو اللون هنا بغير تمام زي الفل يا سلام يا سلام ايه الجمال ده ايه الجمال ده ده كنافة انا بسميها كنافة ست البيت ايه رأيكم في الاسم الجميل ده ده نسميها كنافة ست البيت عشان كنا بناكلها زمان بتعمها الجميل ده اهو كده تقدم كده تخيل بقى ان انا ايه ايوة كده حبة الكنفة اللي في الارض ده اجماعة اهو شايفين كده بتقدم بقى عندي الاكل بقدم العسل كده اهو ممكن بقى احط عليها ايه شرائع فاكها اللي انا اعاوزها تمام هنا تخيل بقى ان انا ايه بقدم دلوقتي اهو زي الفول كده اهي شايفين بتتقدم كده عشان العسل ما يطرش اهو تمام زي الفول شايفين كده يا جماعة اهي بتتقدم كده بالطريقة الجميلة يعني البسيطة السهلة ديت طب يا شيفوا المربة اه المربة معانا اللي عاوز يضع عليها مربة برضو مفيش مشكلة واللي عاوز يكلها بالعسل برضو مفيش مشكلة المهم هي كده تبقى معانا وده كده تالت ايتم معانا يبقى معانا المكانون البشاميل معانا الطمر باللبن معانا صلطة القرز الجميلة معانا الكنافة اللي انا سميتها دلوقتي معاكم على الهوى كنافة ست البيت تمام معانا مين ابن النيل بكل سهولة قادي الرول طلع قدامكم تمام في حد كان بيكلمني كده هيستوي ازاي اهو معاك طيب اللي اللي انت حطيته يا شيف لا اهو تمام زي الفل كده يا جماعة اهو تمام معاكم نجيب بقى طبقنا اللي هو ايه طبق التقديم بتاعنا يا جماعة قادي ما مسحشوا على حاجة زي الفل كده اهو نقطع بس كينة فين بس عشان ايه سوك اهو ها يا جماعة قادي الرول بتاعنا تمام زي الفل احنا كده ايه نجهزينوا الطبق الجرنش بتاعك هيكون ايه يا شيف الجرنش بتاعي يكون يا جماعة برضو حاجة ليها قيمة غزائية عالية هتكون عبارة عن ايه عبارة عن بيض مسلوق عبارة عن ايه عبارة عن بيض مسلوق اهو شايفين يا جماعة اي حاجة في البيت عند استثمرها ليها قيمة غزائية معايا بشتغل بيها تمام لازم التقديم يا جماعة بطريقة جميلة اهو قادي البيض معانا ايه انت عايزة تستوي تالي ولا كده كفية كده استوت اه كده استوت عايزت نسويها تالي نسويها تالي دي كفتة صريحة ولا كفتة مش صريحة اه شايفين كده يا جماعة اه دي اللي ايه اه يا جماعة الحمر ده الخلطة بتاعتي الجزر والدنيا بتاعتي تمام كده بقى يا جماعة انا اه اتممت اتممت مهمتي وايه والدنيا معاكم زي ما بنقول ونكرر حلوة وزي الفل حلوة وايه وزي الفل كده كفتتنا وكده طبقنا وكده يومنا الجميل انتهى مع برنامج ده الجميل برنامج ساعة شهية نعم ماشي حبيبي اتفضل معاك عندنا اتصالات ماشي ممكن ناخدها مفيش مشكلة تمام حلو تمام انا معاك طيب ممكن انا حدي بس يفكرني بالسؤال اللي جالنا حدي كان عاوز ايه تدبلة الفراخ المشوية صح اه ماشي يا محمد هبدأ بالسؤال الاول اللي هي ايه كفتة الحاتي تمام اه هو الموضوع سهل بس الاسئلة كترت على موضوع ايه الكفتة زي ما كترت على موضوع البشاميل فاحنا قلنا نشوف ايه الدنيا معانا ايه فطبعا جبنا البشاميل وعملناها تمام وانا استألت عليها اكتر من مرة وغيرنا الطرية بتاعتها بدل ما نحطها في الطاجن الكبير ونقطع وكلام دلع ممكن نجيب طواجن ممكن لو الطاجن ده انت شايفها كبير ممكن تجيب الطواجن بتاع الزبادي صغيرة فيه اكبر منها شوية فيه اكبر منها شوية ممكن نعمل فيه على قد الاطفال وانشكل طيب الكفتة اسر الكفتة ولما كتير بنجي نعملها في البيت ما بتطلعش نفس كفتة المطعم بص عشان نكون متطفقين تجهزة المطعم مش زي تجهزة البيت بس دي قاعدة اساسية تمام اللي بيقولك بقى هنعملها زي المطعم بالزبط وتعمل المطعم بالزبط اه هو هيعملها زي المطعم تمام وشبيه لبطاعة المطعم بس هل هو تست المطعم وطعم المطعم لا اه ليه لان العامل الاساسي في المطعم الفحم بيسوي في مكان مفتوح على الفحم وهي دي الكفتة فتست الكفتة الدهون اللي بتنزل على الفحم بتطفيها بترد معايا فيليفر عالي او طعم الفحم فبيرجع على الكفتة فبتاخد طعم هو ده هو ده الاساسي حد معانا على الترفي ياسمين اهلا وسهلا بحضرتك ياسمين عنك الثاني تفضلي ياسمين انا معاك هذا صاريت عمل البيتزا ممكن ت البيتزا ياسمين الو البيتزا ياسمين اه انت لسه معايا ولا ورحت فيه انت لمتي ولا ايه الو انت صايمة ولا ايه ياسمين اه طب ممكن تتكلمين بعد ما تصح من النوم انا معاك ياسمين يعني ارفع صوتك شوية كده انا معاك ياسمين ماشي 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 معلش ياسمين نورتيني باتصالك وشكرا جدا لمتابعة حضرتك وان شاء الله جوبك على البتزا بس خلص الكفتة تمام يبقى الكفتة بتجيب لحمة اه لو عايزين نعملها زي بتاع المطعم زي ما قلنا بتجيب كيلو الا ربع لحم سبعين في المية لحمة او خمسة وسبعين في المية لحمة حمرة وبعد كده بقوله ضيف لي بقى ايه عاوزة ايه ميتين جرام او ميتين وخمسين جرام حاجة اسمها دوش بعض الناس بيسمها دوش بعض الناس بيسمها دهن الكفتة بعض الناس بيسمها جغة ابيض حسب المسميات المتترجع هنقول يعني انه يكون ايه واضحين شا نقوله انا عايزة دهن كفتة يعني كيلو الا ربع لحمة حمرة تمام وميتين وخمسين جرام او ميتين جرام دهن كفتة هو هيفهم مع طول ان انت عايزة تعملي ايه كفتة باخد ده بقطعه كويس وبضربه على بعضه بجيب بصلة صغيرة ببشرها بصلة صغيرة ببشرها وارميها عليها وانا بفرم لو عاوز قدي تست كويس بجيب أرن فلفل يعني صمرة فلفل ألوان أحمر صمرة فلفل ألوان أحمر بقطعها بتغير لي لون الكفتة بيبقى معايا أحمر تمام تمام زي الفل كده زي الفيكل كده بديها للجزار يفرمها أقول له فرملي ده وش واثنين وثلاثة الوش الأول بفرمها من غير أي حاجة الوش التاني بكون مجهز التوابل بتاعتي الوش التاني بكون بجهز التوابل بتاعتي ممكن جسط الطيب حبهان كسبرة فلفل أصمر كمون ملح كفية كده أول عليكي ده يعني زي الفل كده وتبقى يعني لها طعم وتستخاص تمام خلاص خدتها لازم تريح مع عدة وش واثنين وثلاثة لحد تبقى عجينة معايا تبقى عجينة معايا غير اللحمة المفرومة بديها وش واحد تمام قبل ما اشتغل لازم تريح تريح يعني ايه يعني تقعد في جو بارد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ويحبزة لو بيتها في الفريزر لمدة خمس ست ساعات وبعد كده طلعتيها ريحتها ساعتين وبعد كده اشتغلتيها لازم تشتغل وهي فيها عرق ايه هو العرق ده؟ العرق ده انا باخده من البرودة من البرودة احيانا ست كله بتطلع الكفتة بتسيبها بدرجة حرارة الغرفة لحد ما ايه؟ لحد ما تيجي تمسكها مش عارفة ايه تصبعها مش عارفة تعملها صوابع لا الموضوع ده لازم تكون طلعا من التلاجع فيها جو برودة جو البرودة ده بيخلي الدهن معايا بتاع الكفتة متماسك تمام؟ وبشك على السيخ لو انا هشو على الفحم سخونة وجو حرارة هتحل منع السيخ لازم تكون لسه فيها البرودة بتاعتها احطها على النهار فتبدأ تشمع فتمسك ايه؟ الدهون تمسك معايا خلاص سوي كده برحتة طب انا ما عنديش الموال ده كله ما عنديش السيخ ما عنديش الكفتة فيه عندنا احنا دلوقتي في فران البوتجاز اللي بتيجي سيخ بيبقى له يعني له ايه سهمين كده ده اللي بنحط فيه الفرخة وبتشوي الفرخة انت تشيلي كل الحاجات دي هتو تركيليها على جام وتخسيلي السيخ ده كويس وتحط فيه حبة زيت كده وتتعي تصبع عليه طب هو سيخ واحد يعمل ايه؟ انا بصبع عليه وبسحب وبرصه في ايه؟ في الصاج بتاعي او الاتصل ادخلها الفرن او اي حاجة ادخل فيها الفرن الصاج بتاع خلينا في الصاج نرصه في الصاج وبعد كده ايه؟ ما بتاخدش يا جماعة الكفتة غير تلت ساعة بس اه تلت ساعة بس ما تزديش لو زيبتي خلاص تبدأ تنشف معاك وتبدأ تخسه بقى و ايه؟ وتجلد كده والكلام ده بتاخد تلت ساعة بطلعها وهي لسه سخنة بشيلها احطها في حاجة كده اجمعها زي بولة كده واسعة كبيلة او حاجة كده كبيرة واغطيها بصلفر واجيب حتة فحمة اسخن الفحم اولع الفحم وحطها في قلب الكفتة وبعد كده اغطي عليها طفيها بايه؟ بزيت واغطيها كده كويس الفحم الدخان بتاعه يطلع يرد معايا عالكفتة تبقى حاجة بسم الله ما شاء الله وده للي سأل عن الكفتة طيب اللي سأل عن حد سأل عن الفراخ تمام؟ تمام الفراخ يا جماعة الايام دي لازم تكون فرش يا معالش يسامحوني بقى كفاية بقى كده من الحاجات اللي احنا عارفينها ديات وخلينا في الفرش انا عشان اشو فراخ وطلح فراخ مزبوطة ما جيبش فراخ كبيرة ما فرحش للفرخة كبيرة انا طرم اشتغل في البيت وعاوز جيب بدل ما جيب فرخة اتنين كيلو لأ اجيب فرخة كيلو ربعمية او كيلو خمسمية بعد ما تندق صف معايا عن كيلو مية او كيلو بالضبط يا دي الممتزل الشوية ما بتاخدش وقت كتير تمام؟ غسلتها كويس والغسيل معايا يقوم بدقيق وملح وخالف دقيق وملح وخالف نخسلها كويس وانا اضافها وصيبها تنقع تطلع المية اللي فيها كلها اصف فيها وما استعجلش عليها انا مش عايز نقطة مية من الفرخة تبقى موجودة لما بتنزلها الفرخة ولا اللي انا غسلت فيها لاني ده هو مجمع الزفارة الفرخ لما بتكون زفرة يا جماعة بيبقى فيها حبة مية اول ما تخش النار المية بترد خلاص النار عملتلي حالة انكماش الحاجة بتخش النار كده بتنكمش فهي جمعت المية تانية وشربتها فاني لازم نشفها تمام؟ اصف فيها سيبها نص ساعة ساعة دخلها في جو بارد سيبها نص ساعة 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 لربع تمام؟ اصف فيها احضر ايه بقى؟ احضر لكل فرخة في الصين توم وباسلة صغيرة ارنفلفل سبايسي لو عايز جزرة مبشورة كده تمام؟ كده تمام نص سلمونة كله ده بقطعه وجهزه كويس واضربه في الخلط مع نص كباية خل مع حبة مية مع حبة طمطن صغيرة كل ده بحطه في الخلط وبضربه ونعمه جامد جدا خلاصت نعم؟ اه وهو لسه في الخلط برمى عليه معلقة كسبرة اهم شي يا جماعة في الاكلات الشرقية والمطاعم والمشويات اللي انتم شايفينها لها راحة دي الكسبرة والله الكسبرة هي دي اساس فعلا اساس تست اي مطعم اي مطعم شرق مصري معتمد على الكسبرة الكسبرة مهمة جدا مع انها رخيصة جدا الناس بتبص ان هي ايه لا الشفات بتشتغل ببهارات غالية لا الشفات بتشتغل ببهارات لا لا الموضوع ده يعني انسيه او شليم اندماغ خلاص الست الكل ليه؟ اشتغلي بالحاجات البسيطة اللي موجودة عندك في المطبخ البساطة البساطة هي يعني ايه اساس كل شيء بصراحة البساطة مهمة جدا خليكي مركزة على اربع خمس انواع ببهارات عندك في المطبخ اولا القرفة بتكون موجودة في المطبخ لان هي رخيصة الكمول موجودة في المطبخ الفلفل اصمر موجودة في المطبخ الحبهان موجودة في المطبخ الكسبرة موجودة في المطبخ الملح والفلفل أصمر يعني ده شوية البهارات اللي أنا قلتهم دول الثلاث أربع أصناف والخمس أصناف ممتازين جداً إنهما يعملوا أي أكلة آه أنت بتقول أي أكلة؟ آه فعلاً يعملوا أي أكلة تمام تركبة البهارات تختلف ولكن إحنا بنحاول نركب بالحاجات الفريش اللي عندنا الفلفل بيديني طعم البصل بيديني طعم التوم بيديني طعم الفلفل مع البصل مع التوم يديني طعم الطماطم مع الفلفل مع البصل مع التوم يديني طعم هي دي كل التدبلات اللي إحنا بنشتغل بيها في الشركات وفي المطاعم وفي أماكن شغلنا تمام حطيت ده كله وبحط المعلقة الكسبرة في الخلاط بحط معلقة كمون بحط معلقة فلفل أصمر معلقة صغيرة يعني بتاع الشاي أقل منها شوية مش لازم تكون مليانة أولاً تمام؟ ومعلقتين ملح تمام؟ وبضرب تاني ده كله في الخلاط الفرقة عندي نشفين؟ آه نشفين؟ بفضي التدبلة اللي أنا عملتها على الفراغ بتاعتي أسيبها قد إيه؟ لو أنا مستعجل لو أنا مستعجل أنا كده بتكلم عن سيت البيت طبعاً في المطعم لازم يسيبها ساعة أو ساعتين عشان إيه هو هيشكها في شيخ أو هيحطها على الشواية ويشوي لكن لو سيت البيت في البيت آه تحطها في الصاق خلص يبقى أنا بدخلها على طول بنفس التدبلة بتاعتها بميتها زي ما هي فيها كده ودخلها الفرن وأغطيها تغلي لمدة نص ساعة تغلي لمدة نص ساعة وبعد كده بشيل الغطاء بتاعها اللي هو السيلوفان بتاعي أو السيلفر وقربها من الشواية من فوق تاخد الوش الجرطان بتاعي اللون البني إيه الجميل اللي إحنا عارفيني هنبقى كده الفراخ المشوية قريبة جدا بنكهة المطعم وهرجع أقول المطعم يختلف عشان بيسوي في مكان مفتوح وبيسوي على الفحر فالفحر الفراخ بتنزل دهون الدهون دي بتنزل على الفحر بتعمل معايا عاكس طعم عاكس طعم الدهون بتنزل بتطفي النار النار بتطلع بخار أو الدخان بتاعها فبيرجع تاني على إيه على الكفتة اللي أنا بسويها أو الفراخ اللي أنا بسويها تمام البيتزا يا ستة كل أنا ما نمتش أنا فاكرك برد تمام البيتزا وتقريبا وتقريبا حد سأل على البني صح طيب ماشي ناخد البيتزا البيتزا يا جماعة طيب خليكم معايا عاوزين نقول بجرامات ماشي عاوزين نقول بالكيلو ماشي لأ أنا خليك معايا كأنك أنت دلوقتي توقفى في المطبخ مكاني أنا عندي دقيق ماشي احنا عارفين في المطبخ دلوقتي مفيش ميزان مفيش ايه؟ مفيش ميزان طيب يا شيف هنعمل ايه؟ طيب مفيش كبان عارفين نفترض ان احنا مفيش عايزين نشتغل ايه؟ زي ما ستة البيت كانت بتقوم بالليل كده وإحنا نايمين تعجن وتغبس كانت بتعمل ايه؟ ولا كانت بتوزن؟ ولا كانت بغبس؟ يلم معاها وتقعد ايه؟ تستخدمه خلص هي الموضوع بقى بالنصر انت جيبتي دقيق ما يقارب من كيلو دقيق حتى طيف بولا تمام؟ ركزي معايا حتى طيف ايه؟ حتى طيف بولا تمام؟ بعمل كده فتحة في النص واحط ايه؟ معلقة خميرة معلقة كبيرة خميرة او معلقتين لو عايزها سريعة او معلقة او نص يعني بسهلك الموضوع ما حابة ملح ما حابة سكر تمام؟ وحابة زيت ومية سخنة كده بقلب فيها وبعد كده بعجين وبلمي العجين طب ايه علامة ان انا مش عايزة مية زيادة ومش عايزة علامتها ان ما تلزقش في ايدي لما تيجي كده تلميها تبقى تستخدميها العجين يكون متماسك وملزقش في الايد وملزقش في ايه؟ في الايد خلاص دي عجلة البنزة بس ايه هتريح الحشوات بتاع البيتزة تختلف تختلف انا ممكن اعملها باللحمة المفرومة يبقى نفس العصاج اللي انا عملته النهاردة للبشاميل خلاص ينفع مع اضافة شرائح فلفل لو عايزة شرائح طماطم اه مع اضافة اللي ايه نقول ايه تاني الجبنة المتزرلة اللي هي اساس البيتزة بتاكلهاش بجبن مش مهم جبن ممكن نحط طماطم ممكن نحط جبنة رومي مش محاوزين جبنة رومي بلاش جبنة رومي يعني طهي الاكل في البيت يختلف عن طهي المطعم او عن طهي الشركات طهي الشركات والمطاعم يعتمد ان انت طلبت بيزة فلازم تاخدها بيزة بكل مكوناتها طب في البيت انا ما بحبش الطماطم عليها هنشيل الطماطم ما بحبش الجبنة المتزرلة عليها هشيل الجبنة المتزرلة ما بحبش الجبنة الرومي عليها هشيل الجبنة الرومي تمام تمام خلاص ممكن عايزها فراخ بشوح فراخ بجيب مثلا قطعتين بنيه مش متبالين ولا اي حاجة بطحم شريح صغيرة برمي بصلة مبشورة مع ارنفلفل مع بتاع بشوحها بعصاجها زي اللحمة المفرومة وجهازة تبقى عندي بيتزا بالفراخ عندي بيتزا بالخضار بحط بجيب الخضار واسلقه وازبطه واشوحه ببقى بيتزا بالخضار يعني الموضوع كله الجوهر عندي في عجينة البيتزا فقط عرفت اعمل عجينة البيتزا خلاص يبقى انا كده ايه عملت البيتزا وسوس البيتزا معروف اللي هو كوباية طماطم مع زعتر مع زيت مع بصلة مبشورة بيتخدع وكويس على النار يبقى كده عندي ايه السوس بتاع البيتزا بتاعي البنية 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 معروف طبعا سهل جدا بييجي بسيط من عند الجزار متقطع شريح بخسله نفس غسيل الفراخ بس بخسله برفق لانه ممكن ايه يتقطع معايا او يتمزق معايا يعني مشاكله كتير البنية شوية طيب هنعمل ايه دلوقتي في البنية هنجيب بصلة نبشرها وهنجيب نص لمونة نعصرها وهنجيب حباي الطماطم نبشرها كله ده باخد العصارة بتاعته المية بتاعته تمام تمام مع فص توم بهرسه فص توم بهرسه تمام وحطوا ده كله دي التدبيلة بتاعته حبة ملح كسبرة فلفل اه الطماطم بتتبشر هنا في ايوة وبشر زي الفل كده اه اختلاف مضربة في القلط لان انا عايز اعزل القشر بتاعها لان الفراخ هتستوي في الفرن اما البنية هينزل في الزيت فالقشر بتاع الطماطم هيحرق معايا وبيسبب لي مشاكل عندي في الزيت تمام زي الفل حبيبي يعني تمام بشرنا حبات الطماطم بشرنا البصلة حطينا البهرات بتاعتنا نص اللمونة التوم المهروس كله ده تمام مع حبة زبزة تول لو عندك ما عندكش تمام واشفها ينزل في الزيت لأ يعني هنا ايه في تست شوي يعني ايه ايوة في هنا ايه تكاية حد بيكلمني كده بيقول لي في ايه في تكاية الشاه يا شاهد انت بتخش المطبخ وتتبخص انا عارف يا شاهد ان انت شطر في السمك طيب ما طيب يا راك انا عكشك معايا بقى يوم السمك ايوة يوم السمك هتكون معا خلاص اتفقنا تمام بحطه في البنية لمدة عشر دقايق في مشكلة بتقابلنا ان ست الكل لازت تصلحها من تدبيل بتحطها في لبن وبيض لو عايزة تحط في لبن وبيض وبعد كده تحط في البقصمات مفيش مشكلة طب اللي يديكي طريقة هنشيل اللبن وهنشيل البيض طب الغلاف هيمسك اوه هيمسك بجيب البقصمات النص كيلو بياخد ربع كيلو دقيق يعني نص كيلو بقصمات بحط عليه ربع كيلو دقيق وبقلبه بحط سنة كسبرة بيديني ايه تستعلي اول ما بيخش الزيت مع سنة كمول مع عشوية كمول تمام تمام بطلع من الخلطة وبايه بحطه في البقصمات ابو الدقيق انا كده شلت اللبن وشلت الضيب مش هي مش هيعزل منه لا مش هيعزل لان هنا الدقيق عندي هيديني غلاف قوي جدا هيديني تناسك وما بسويش بسرعة بخليه دقيقة واحدة بعد ما ببصمه في البقصمات والدقيق ايه عشان الدقيق يبدأ يمتص المياه فخلاص على كده مش هيديني طيب ماشي ناخد اخر اتصال معانا استاذة حنان اهلا وسلام بحضرتك اهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه الحاجات الجميلة اللي بتعملها دي جزيك الله كل الخير انت الأجمل عشان اتصلت بي يا ربنا يبرك بحضرتك مش هتكتبه في الكحك بقى والباسكوتات والحلويات دي يا سلام يا سلام ان شاء الله ساعة شهية اساس الكحك والباسكوت احنا دايما بنعمل هنا مهرجات كبير يعني ما بنعملش حلقة كحك تقليدية او حلقة عادية لا احنا بنعمل مهرجان كحك وباسكوت فان شاء الله تابعينا وانتظرينا يكون معانا حلقة كحك وباسكوت ان شاء الله عند حضرتك اي سؤال كده تمام والدنيا معاكم حلوة وزي الفل طيب نراجع سريعا احنا عملنا ايه نروح كده بالكاميرا من ناحية الماكارونة البشاميل اول حاجة عندنا عملنا الماكارونة البشاميل اللي بتاعنا وغيرنا ماشي غيرنا الشكل في الماكارونة البشاميل قدمناها في طواجن بعد الماكارونة البشاميل دخلنا بقى على العصير المفيد المغزي اللي جمع بين اللبن والطمر والعسل سبحان الله يعني يعتبر مشروب متكامل الطمر سنة ولو فوائد عديدة اللبن سنة ولو فوائد عديدة العسل شفاء من كل ده فيه شفاء للناس وبيقوي جهاز المناعة بعد كده صلطة الرز الجميلة بتاعتنا اللي فيها قيمة غزائية عالية جمعتنا بين الفاصولية الخضرة والخضرات الفرش بتاعتنا والجزر وبعد كده دخلنا على كنافة ست البيت كنافة ست البيت اللي فكرتنا بأيام زمان بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة وبعد كده دخلنا على رول الكفتة اللي تسألت عليه كتير وبالهنى والشفاء يا ست الكن انتظرونا في حلقات جاية كتير من برنامج ساعة شهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته